هذا ما قدموا وهذه آثاره فلا شيئا سوى الخراب والدمار ما يمكن أن يحصى في مدينة مرت منها الميليشيا هذه صور لمدرسة أروال الفتيات أنموذج يحكي حجم الدمار الذي لحق بالعاصمة الثقافية للبلاد فمدينة تعز ووفقا لتقارير حكومية كانت في المرتبة الأولى من حيث عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم وأكثرهم تميزا واشتهادا إلا أنهم وخلال عام اضطروا مكرهين أن يتركوا المقاعد الدراسية هربا من الموت أكثر من 465 مدرسة أقفلت في المدينة بعضها تعرضت للقصف المباشر من الميليشيا والبعض كان هدفا لطيران التحالف بعد تخزينها للسلاح فيها وما بقي في أماكن آمنة لا يطالها القصف فإنها تتحول لمراكز إيواء للنازحين لتصف حالها المنظمات الإنسانية بالكارثي لم تبقي الحرب من ملامح الحياة شيئا لم يطله الخراب غير أن قطاع التعليم يظل الأكثر تضررا وهو ما سيلقي بظلاله على حاضر ومستقبل البلاد وتبقى تعز المدينة التي ارتكبت فيها الميليشيا كافة أنواع الجرائم ضد الإنسانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر